السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم في قناتكم ياسمين للخياطة والتفصيل نرحب بكم كامل ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وصحة وافية موديل تاليون موديل من الموديلات الصيفية كما عودكم دايما عندي 2 متر من هذا الفيبران نحتاجه 2 متر فقط راح نفصل لكم موديل مصطور ما شاء الله بالنسبة لبنات اللي يحبوا هذلي موديل جايين مصطورين وعندي ايضا هذا القالون هذا القالون اللي بنات تحتاجه منه 4 متر فقط هنروا عندي في المنزل يعني بالزيادة ورايحا نبدله من بعد ما نشح نستعمل هذا اللون وعندي ايضا لا دونتين نحتاجه في اللون القرناة طبعا لحساب اللون تال القماش والخيط بنفس اللون هذي السلع اللي تحتاجوها لبنات القالون كما قلت لكم راكم تحتاجه فقط 4 متر نروح مباشرة طريقة التفصيل كما معودتكم دايما لبنات نطول القماش من جهة الطول اول خطوة نحي وحق المنش نحي تقيمة 30 سنتيمتر وبنسبة لحق المنش لبنات هنا تحبو تنحيو 20 ولا 30 35 اللي يحبو المنش يكون طويل اكثر ولا تنحيو حتى 15 كما تحبو بعد ما نحيت حق المنش راح ندير معكم فصلت الداخل في الخارج من جهة الارض كما عودتكم دايما راح ندير من الجهة المغلقة 30 سنتيمتر ومن الجهة المفتوحة 31 سنتيمتر نفصل بينتهم بخط ونهز الجهة المغلقة نحطها على الجهة المفتوحة وطبعا نخلي حق الخياطة وهي 1 سنتيمتر راح نخلي لكم كامل القياسات باشتفهموا اكثر بعد ما افصلتهم على بعضهم بهذه الطريقة نهز الجهة المغلقة وهي الجهة الامامية ونحطها على الجهة المفتوحة وهذا هو الباطرون كنت رسمت معكم فهما يجيكمش الفيديو طويل راح نعطيكم مباشرة قياسات باطرون سهل جدا هذي راح تكون جهة المغلقة والجهة المفتوحة راح نخلي فيها الخياطة تقضها ورح تكون للجهة الخلفية نجيب الشارع المتري ونعطيكم القياسات هذي طايرا يدوزيكس اللبنت بالنسبة لعرف الكتفين راح ندير فيها قيمة 19 سنتيمتر وننزل بخط التركيزي هو 21 سنتيمتر والواحد سنتيمتر او دايما يروح لحق الخياطة يعني التخط التركيز راح يكون فيه قيمة 20 سنتيمتر مباشرة ننزل دورة الصدر راح ندير فيها قيمة 30 سنتيمتر ننزل الخط الخسر راح ندير فيه قيمة 19 سنتيمتر نعين دورة الخسر راح ندير فيها تقريبا 27 ولا 28 سنتيمتر ومن هذي النقطة تقضي دورة الخسر نخج مباشرة ايفازيل اخر القندورة هذي طريقة تفصيل لبنت نرجع هنا لهذا المربع نطلب قيمة 4 سنتيمتر نرسم حردة الابت عادي جدا وما تنسوش المنتصف تحردة الابت تدخلو فيه بقيمة 1 ولا 1 ونصف سنتيمتر وترسمو هذي الميلان هذي الميلان اللي يدخل فيه بقيمة 1 ولا 1 ونصف سنتيمتر راح يكون فقط للجهة الامامية بها ما تجيكمش هذي الجهة منفوخة اما الجهة الخلفية راح نخليها عادي جدا دايما ما تنسوش هذو الخطوة في جزء التفصيل بالنسبة لبنس راح ندير لبنس عاديين جدا ندخل من المنتصف خط الخسر بقيمة 10 سنتيمتر ونقسم لبنس عادي نطلع بقيمة 8 سنتيمتر وننزل بقيمة 12 سنتيمتر الليبنات اللي سقسوني الليبنات رام يتبدلو على حساب الطولة الزابونة هناك تكون الزابونة شوية طويلة يعني الظهر ضحها راح يكون شوية طويل الجهة السوفلية راحين تنزلوا بقيمة 14 أما كتكون كسيرة فرح تنزلوا من 10 حتى 12 أيضا الجهة السوفلية لبنات ما تنسوش تغطرف او بهذاك الميلان تنحيوها حوالي 5 ولا 6 سنتيمتر بها ما تجيكمش للقندرة طيحة للجيتين ونقسم مباشرة بطرون كما راكم تلاحظون نحي كامل هذه الزيادات الميلان تلكاتف ما تنسوش وهذا القيمة 1 سنتيمتر لنحيتها من الجهة الأمامية فقط أما الجهة الخلفية لاحظوا رايب قاتل نفسها من نحي كامل هذه الزيادات وهنا بالتقريب عني كملت معاكم بطرون كما راكم تلاحظون من أسهل ما يكون نحظوا معي النتجة دي تحصلت لها مباشرة على الماكينة الخياطة دايما كي تكون عندكم الخياطة الظهر هي اللي تبدو بها أولا وتخيطوا مباشرة لبانس بعد ما تكملوا هذه الخطوات نوحوا مباشرة للتفصيل تعراقبة نبدو بالراقبة الخلفية لأنها عادية جدا فيها قياس 8 إلى 7 سنتيمتر ونرسم هذه الضائرة من ناحية هذا الشكل بالمقص من أسهل ما يكون بالنسبة لي حبوا الرقبة تكون عادية بالنسبة للراقبة الخلفية أما بالنسبة للراقبة الأمامية نحن نفصلها معكم تبعوا معي فقط هنا راح ندير 8 سنتيمتر في الفتحة الرقبة وننزل بقيمة 19 إلى 20 سنتيمتر على حساب الطلب الزبونة طبعا نرسم هذا المربع والقياس اللي بنتها 19 و 20 لا تخافوا منه نهائيا ما وش رح يجي أريان تماما هنا بعد ما رسمت هذا الكاري نحن نجي للزاوية ونرسم هذا الميلان وكأنه راح ندي راقبة دائرية هذا الشكل تعراقبة يقول له فو كاري يعني الشكل يكون كاري ولكن ندخل بدرجة قليلة فقط لاحظوا معي حوالي 2 سنتيمتر نجي هنا من الزاوية رح نخش بهذا الخط الطول تقوي حوالي 9 سنتيمتر هنا على حساب الدونتيل كيف تحبوا تستعملوا في هذا الرقبة إذا حبيتوا تطيروا أكثر تطيروا 10 إلى 11 سنتيمتر أنا هنا القياس تحت 9 سنتيمتر رح يكون مناسب تماما يعني في المعقول من هذا الزاوية خرجت بخط في قيمة 9 سنتيمتر ركزوا معي فقط لبنات نجيب المقص نقص هذا الشكل تعراقبة وكأنه راقبة دائرية لاحظوا معي الشكل ونكمل نمشي مع هذك الخط على بعد 9 سنتيمتر بالمقص نوصل نقطة 9 سنتيمتر ونتوقف نفتح معكم الشكل تعراقبة هذا الشكل يتحصلت عليه من أسهل ما يكون ركزوا معي فقط هذا الرقبة حتى في تسفجتها راي سهلة جدا وقبل ما نسفجها راح نجيب الجهة الخلفية نجمع الكتفين بهذه الطريقة الوجهة الصحيحة للوجهة الصحيح نخيطهم بخياطة عادية جدا ونكمل الخياطة تائي بالزيجزاج كما أودكم دايما بعد ما جمعت الكتفين في هذه المرحلة راح نسفج راقبة عادي جدا راح نجيب أولا الدنتيل نشوفوا فقط الطريقة اللي راح يركب بها كما راكم تلاحظوا العرضة هاد الدنتيل جاي شوية عريض لهذا راح نقص منه وندير نفس الشكل تعراقبة يعني ندير هاد الميالان على الجبين والباقي كامل راح يروح كشكشها هنا الدنتيل تحتاجوا فقط نصف سنتيمتر الكمية الباقية هنا الدنتيل ما قلت لكمش في أول فيديو عندي ثنين متر الباقي راح نديروا ليمانش بالنسبة للبيه هنا اختياري تحبوا تستعملوا البيه ولا تسفجوا بالقماش نفسه كما تحبوا لحظوا معي لبنات القالان مجانيش بنفس الدرجات للون على هذي بدلتوا لأنه القالان في البلان والبيير اוך في اللون الابيض يعني كي تشريوا حاولوا تخيروا نفس الدرجات للون بين القالان والبيي انتي هذ القالان في اللون الابيض راح يجيي مناسب تماما مع البيير لهذا خيرته تحتاجوا فقط ربع متر لبنات يعني هذ المنطقالي في المنطقة صرف سوف تهصدر فقط بهذا الشكل بها يعني نسفج الرقبة كامل بالبيي وكي ما وقلت لكم بنات ماهوش ضروري البيي تقدر تسفج بالقماش آدي شي تان يعني كل وحدة وش متوفر عندها نحط البيي على الجهة الخلفية بهذا الطريقة يعني الوجه الصحيح تالبيي على الجهة الخلفية تالق ندورها ندور عليها كامل بالخياطة من الفتحة الاولى حتى للفتحة الثانية يعني نهضرناها للفتحة تاتسعة سنتيمتر هنا غني على الجهة الخلفية ندور حتى نوصل للفتحة الثانية الخياطة التالبيي من اسهل ما يكون ركزو مايا فقط بعد ما خيط بهذا الطريقة كي ما وقلت لكم من بداية الفتحة حتى للنهاية ندور بهذا الطريقة ونعود الخياطة عادي جدا نحن نكمل الفتحة كامل نحظوا معي النتيجة اللي تحصلت لها بعد ما خيطت التالبيي عفوا تسفج تالبيي من اسهل ما يكون وايضا خدمة تكون متقونة ومنظمة نجيب هنا هذي القالون وقبل ما نركبه البنات نحتاج ان ينسفج هذي المنطقة هنا ما نشح نخدم بالبيي لانه ما هو شح يبني هائيا نحن نجيب شارية الأرطع وحوالي 2 سنتيمتر كما متأودا ان ينسفج معك مراقبة نحطوا بهذا الطريقة جهة الخلفية على الشارية على الجوجة الصحيحة على القماش نخيط على بعد نسو سنتيمتر من بعد ندور بهذا الطريقة نخرج مريح الخياطة تبقى للجهة الخلفية ولا جزء متابقي من القماش راح نضيغ له كفة بهذا الطريقة بعد تكون الخدمة تاكم فينيا تماما صدقوني تبقوا هذه الخطوات لفينيسيون تاكم راح تكون روعة حاولوا تبقوها ايضا على اي رقبة تسفجوها نحظوا معي النتجة لتحصلت لها هنا بعد ما سفجت هذا المنتصف تا الرقبة في هذه المرحلة راح نركب لضنتيل عادي جدا فقط راح نضي نفس الفورمولة الشكل تا الرقبة لاحظوا معي الدنتج جاي شوية عريض وانا هنا نحتاج قيمة 9 سنتيمتر لبنات هنا بعد ما تسفجو راح تنقص لكم القيمة ولي 8 سنتيمتر حاولوا تفتحوا القيمة 9 سنتيمتر يعني هزوا المقص وزيدوا قيمة 1 سنتيمتر في ذيك الفتحة باتتحصلوا على قيمة 9 سنتيمتر تماما وايضا بالنسبة للدنتج حاولوا تضيو نفس الشكل كما راكم تلاحظوا الفيديو رويش راح نفسه حاولوا تفصلوا جهة واحدة فقط والنهاية خلوا هكي تكملوا الكشكشة تماما نحطت فقط الزيادة اللي راح نقصها من هذا الدنتج يعني على حساب هذه القيمة تها 9 سنتيمتر وهزوا هذا القياس والدنتج مائل بهذه الطريقة من ناحية كامل هذا الزيادة وكي ما راكم تلاحظوا الجهة الثانية ما زال ما قستهاش نيها أيام بالمقص يعني نكمل حتى نشوف الكشكشة وين راح تنتهي والنقص من الدنتج نكمله كامل بهذه الكشكشة طريقة سهلة جدا حتى نشوف وين نوصل ونكمل نقص الجهة الثانية مباشرة الماكينة الخياطة نجيب إونيبانجل بهذه الطريقة وندير الكشكشة بعد ما كملت الخياطة في هذه المرحلة نقص الجهة الثانية يبقى لي فقط لبنات أني نقص القلون على الجهة الأولوية ولا نخيطه حطه بهذه الطريقة ونحاول أني نرتفئ به شوية البنات بها نغطي هذه الخياطة للقلون ونخيط الجهتين اليمين واليسع طريقة من أسهل ما يكون هنا القلون عني خيطه باليد لبنات كما راكم تلاحظوا فيه هذو كلي باغل يعني الماشينا ما هيش راح تمشيلي إليه نهائيا ندور بهذا الشكل نجمع هذا الجزئين وركزوا لي هنا لبنات اللازم لدونتين تكون في الواسط هذا الشكل نخرج شوية لدونتين تأكد بلي رون في المنتصف هنا بعد ما خيط وطبعا الخياطة تعكم لبنات تنهيوها دايما بالزيكزاق بهتفيني والخدمة تعكم هذه النتجة التي حصلت عليها للراقبة الأمامية نروحهم مباشرة الليمانش والقطع اللي خليتها معكم في أول فيديو فيها قيمة 30 سنتيمتر هذو الليمانش يجي حلوين تحفى في اللبسة تحهم نتمنى كامل تتوفقوا فيهم ننزل بقيمة 14 سنتيمتر كي ما قوتكم دايما لبنات ننزل شارية المترين وقفوا بهذا الطريقة على حردة الإيبت القياس يلقان حطوا مباشرة حاولوا لبنات إنكم ما تقيسوش والشارية المتري راقد بهذا الطريقة لإنه القياس راح يكون خاطئ هنا راح نزقهم ب28 سنتيمتر يعني بدون كشكشة ولا أي زيادة نقرب لكم باش تفهموا أكثر كل منتصف راح نقسمه على ثنين الخطة تاعة 28 سنتيمتر قسمته على 14 وكل قطعة قسمتها على ثنين الجهة الأولوية نطلع بواحد سنتيمتر وجهة السوفلية ننزل بواحد سنتيمتر نتحصل على هذا النقاط نجمحهم ونتحصل على هذا الأستى لامانش من أسهل ما يكون دايما نخدم معكم البنات لامانش فقط نهز القياس تأجيها السوفلية هنا راح ندير قيم 19 سنتيمتر كل وحدة تهزى الشارع تلميتر يتضبروا على الزند الدحاء وتهزى القياس زي 2 سنتيمتر يبقى لي فقط أن ينفصل معكم المنش من أسهل ما يكون نحي كامل هذه الزيادات ما تنسوش اللبنات في المنش دايما تكرونتيو من جهة الوسط هذو الخطوة مهمة جدا سواء للمبتدئات ولا المتمكينات في الخياطة نحن نجيب هنا الدونتال نحن نكمل اللصق المنتصف في الجهة السوفلية كتزيين فقط لبنات وايضا هذو الخطوة اختيارية لاحظوا معي الطول فيه 30 سنتيمتر كي تزيدوا له لا دونتال راح يولي حوالي 35 ولا 34 سنتيمتر يعني كي نحسبو حق الخياطة يولي بالمجموع 34 سنتيمتر نجي هنا لهذا الزاوية العلوية ونرسم هذا المثلث طبعا القياسات كما تحبوا انتما البنات تحبوا تكبروا في هذا المثلث ولا تصغروا كما تحبوا انا هنا راح نعطيكم القياسات اللي دقتها في هذا المودال وانتما الزيادة ولا نقصان كما تحبوا وننصحكم بالزيادة اكثر هنا نزلت تقريبا بقيم 9 سنتيمتر ومن هذا الجهة حوالي 5 سنتيمتر ورسمت هذا المثلث لتحب المنش تحاريا اكثر تقتر تزيد في هذا الفتحة المثلث انا مولة هذا المودال حبت انه يكون مصدر منحي هذا المثلث هذو القطعة اللي بنات راح نعوضها بالدونتال اركزوا معي فقط يعني الدونتال احيكون في المونتة صفتة المونش وايضا احيكون على الجهة السفلية فقط قبل ما نعوض هذا القطعة بالدونتال راح نسفج هذا المثلث اللي كنت افتحتوه في المونتة صفتة المونش نجيب قطعة زيدة من القماش نحط الوجه مقابلني بهذه الطريقة يعني الوجه مقابل الوجه ونضع على هذا المثلث بخياطة على بعد نصف سنتيمتر نحكمه كامل بلزيب انجل تحبوا تقسموا بليد المكان تاع الخياطة كما تحبوا دايما المبتدئات ننصحكم بهذه الخطوة نخيط مباشرة والنحي هذا المونتصف يعني نسفج هذا المونش قادي جدا كما نسفجوا اي رقبة بها تكون الخدمة تاكم فين يوم ما تقونا وما تنسوش لبنات انكم تكرونتي وخاصة الزاوية تاع المثلث ندور بهذا الشكل ونخرج الخياطة ونعود الخياطة على بعد نصف سنتيمتر بهذه الطريقة هنا بعد ما كملت سفجت هذا المونش ولا هذ الفتحة راح نجيب هذا القطع لاحظوا معي ناقصة 1 سنتيمتر عن جهتين لاني سفجتها نجيب لادونتيل لبنات انا هنا لادونتيل تحبوا تديروه بهذه الطريقة على قطعة واحدة فقط تحبوا تدبروها الى اثنين كما تحبوا ايضا تحبوا تديروه بهذه الطريقة يكون افقي ولا امودي نفس الشكل لبنات انا هنا راح نطوي هذا لادونتيل الى اثنين وانتوا مع الحساب الطلب نحط هذه القطعة مباشرة نفصلها على بعد واحد سنتيمتر من الجهتين للتحت اما الجهة العلوية نفصلها هذه جهتا لاحظوا معي ناقصة قيمة واحد سنتيمتر من كل جهة والجهة العلوية نفصل بنفس الخط وما تنسوش لبنات انكم تكرونتوا من جهة الوسط هذه الخطوة مهمة جهتا اياكم انكم تنسوها من ناحي هذه القطعة ونحط لادونتيل بهذه الطريقة ونخيطوا مباشرة على الحواف على بعد نصف سنتيمتر فقط نثبته مليح بالخياطة نحظوا معي لبنات النتيجة التي تحصلت عليها تبقى لي فقط الجهة السفلية بعد ما دقتلها كفة عادية جدا نجيب هذا الادونتيل نقسمه على اثنين بالنسبة للادونتيل كما قلت لكم بنات في اول فيديو تحتاجوا اثنين متر راح تكفيكم تماما لهذا الموديل نحطوا بهذه الطريقة على الجهة السفلية ونعود عليه بخياطة هذه هي نتيجة التي تحصلت عليها من اسهل وابسط ما يكون هذا المنش يجي تحفى في اللي بزاعه نتمنى كامل تتوفقوا فيه لانه من ابسط ما يكون وطبعا تغييرات تزيدوا وتنقصوا كما تحبوا سواء الطالة على دونتيل الجهة السفلية ولا بنسبة لهذاك المثلث ايضا تقدروا تقسموه تماما على المنتصف وتحطوا الدونتيل ولا تكبروا في هذاك المثلث وتأكسوه وتعبطوا للجهة السفلية يعني عندكم حرية الاختيار كيتفصلوا المنش في صالة صحيحات تقدروا تبدلوا فيه التزيين يبقى اختياري شوفوا مع بعض الموديل في نتيجته النهائية لاحظوا معي الإفازين للجهة السفلية فقط بثنين متر هذا اللطايل لبنات كما قلت لكم تلبس دوز اكسال بالنسبة للمتتبعات اللي يكتبوا لي دايما على هذا الموديل يكونوا مستورين وايضا مبطين من جهة المنش لاحظوا معي هذا المثلث هنا القياسات طبعا على دونتيل تبدلوا فيهم كما تحبوا ايضا الحجم تلك المثلث دونتيل تحبوا تديروه دوبلي ولا تديروه على طبقة واحدة فقط نفس الطريقة نتمنى هذا الموديل يكون لأعجابكم دايما المنكة رايما تمتش حق الموديل عطيت لكم كامل التفاصيل والقياسات باش تنشحوا فيه بإذن الله من أول مرة هنا نكون وصلت معكم من نهاية الفيديو كما أودكم دايما اي سؤال ولا اي استفسار حطوا لي فقط في التعليقات وراح أرد عليكم مباشرة لبنات لماذا ما اشتركتش جديد وفي أمان الله